مع التصعيد في واترة الحرب الروسية في أوكرانيا والتخوف من اتجاهها إلى صراع نووي انصب اهتمام الكثيرين خاصة في منصات التواصل على هذا الحصن الطائر طائرة يوم القيامة وهي مركز قيادة استراتيجيا طائر مخصص لحمل الرئيس الأمريكي ووزير دفاعه ورئيس الأركان في حال التعرض لهجوم هائل الطائرة في الحقيقة هي طائرة بوينغ 747 عملاقة معدلة فما الذي نعرفه عنها تتكون الطائرة من ثلاثة طوابق صمم هيكلها بغلاف واق يجعلها تتحمل هجوما نوويا بل وتحتوي على أجهزة متطورة للغاية تجعلها أكثر تحملا لنبضات الكهرومغناطيسية في قبة الطائرة عشرات الأجهزة أو أجهزة الاتصال التي تتواصل مع الأقمار الاصطناعية وتمكنها من إرسال رسائل إلى أي منطقة في العالم فبإمكان الرئيس أو وزير الدفاع إذن إعطاء الأوامر العسكرية إلى أي سفينة أو طائرة في أي مكان ليس هذا فحسب بل تحتوي الطائرة على جهاز إرسال يشبه الذيل يمكن مده لمسافة ثمانية كيلومترات يمكن منع الطائرة من التواصل مع الغواصات في أعماق البحر كما تستطيع أيضا الطائرة أن تحلق لمدة إثنتين عشرة ساعة دون توقف بل ويمكن أيضا تزويدها بالوقود وهي في الجو أي أن بإمكانها أن تستمر في التحليق لعدة أيام تعد الطائرة هذه الأغلى في الأسطول الأمريكي من حيث تكلفة إدارتها فهي تكلف نحو 160 ألف دولار في الساعة الواحدة طيب وماذا عن سعرها؟ سعرها بسيط جدا أكثر من 200 مليون دولار رغم هذه التكلفة الباهظة والتكنولوجيا المتقدمة إلا أن الطائرة من الداخل تشبه مركبة من ثمانينيات أو سبعينيات القرن الماضي هذه هي من الداخل فأجهزة التحكم كلها أنالوج لا تتأثر إذا ضربتها صدمة كهرومغناطيسية ولدى الولايات المتحدة عدة طائرات من طائرات يوم القيامة إحداها تتعقب الرئيس الأمريكي في أي زيارة خارجية وأخرى على الأرض في حالة تأهب مستمرة وإلى جانب الولايات المتحدة روسيا هي الدولة الوحيدة التي لديها هذا النوع من الطائرات وتعرف باسم الكريملين الطائر روسيا هي الدولة الوحيدة